نروح نبتدي مع حضراتكم بأخبار الناشئين في الصحف والمواقع ونبتدي مع حضراتكم ببابة الأهرام وتصعيد خمس ناشئين للتدريب مع الفريق الأول للناد الأهل الأسماء اللي صعدها مسماني أرجع للخبر الأولاني تاني الأسماء اللي صعدها مسماني الخمس ناشئين حاجة بقول لحضراتكم على أسميهم برضو أحمد أشرف أحمد أشرف ومحمد أشرف وعمر رزق موليد 2001 إبراهيم السيد موليد 99 وأحمد السيد غريب نجل الكابتن سيد غريب موليد 2002 وده أصغر ناشئ يتم تصعيده خلال فترة دي من موليد 2002 وبالمناسبة لعبين مميزين جدا نروح لخبر التاني ومع منتخب الشباب منتخب الشباب يواجه بتروجيت وديا الأربعاء وكل توفير الكابتن الربيع ياسين والجهاز الفني نروح لقضية مهمة من اليوم السابع واختفاء ثنائي ودي دجلة من معسكر منتخب الشباب عايز أقف عند الخبر ده شوي النهاردة الكابتن الربيع ياسين فيه اثنين لعيبة من ودي دجلة أسماء الاثنين لعيبة أحمد شريف وكريم محمد المدير الإداري في ودي دجلة اتصل بالاثنين لعيبة وهم موجودين في معسكر منتخب الشباب استدعاهم للتدريبات ودي دجلة الفريق الأول اللعيبة وهي في المعسكر لموا شنطهم وخرجوا من غير ما يستأزنوا من المدير الفني أو المدير الإداري في منتخب مصر كابتن الربيع ياسين طبعا يعني أظهر استياءه وغضبه من الموقف اللي حصل خاصة أن الكابتن الربيع ياسين علاقته بكل الأندية من وقت ما تم إنشاء منتخب الشباب 2001 علاقة جيدة بكل الأندية بيسمح للعابين لما يبعدهم براية مهمة إنه يروحوا أنديتهم وكمان يكونوا موجودين لكن الفترة دي فترة مهمة جدا فترة مهمة للكابتن الربيع النهاردة وإحنا خلاص باقي شهر على تصفيات كأس الأمم اللي هتكون في تونس بطولة شمال أفريقيا اللي موجود فيها مصر وتونس والجزائر والمغرب والليبيا هيطلع فرقتين دي فترة مهمة جدا للكابتن الربيع إنه يقدر يحفظ اللعيبة كابتن الربيع غضب من الموقف عايزين نشوفها موقف الكابتن الربيع بعد ما أعلن أو قال لللجنة الخماسية لازم تاخدوا قرارات ضد الاتنين اللعيبة اتحاد الكورة قال دي فترة خارج الأجندة الدولية ما نقدرش نوقع عقوبات على اللعيبة لكن الكابتن الربيع خد قرار شخص المتخب مصر إنه دايما المتخب مصر ليه الأولوية وليه دايما الأهمية ويأتي في المرتبة الأولى تم استبعاد اتنين لعيبة وعام وعدم ضبهم لمنتخب مصر الشباب مرة أخرى نروح للخبر اللي بعد كده وأيضا موجودين مع منتخب الشباب ده خلاص قلنا قرار كابتن الربيع تعرف على قرار كابتن الربيع يا سين تجال لسين خلاص قلنا استبعاد الاتنين من المعسكر بتعليمات كاف منتخب الشباب يصطحب عشرين لعبا في بطولة شمال أفريقيا بتونس العشرين لها بيكون منهم ثلاث حراس مرمى خبر اللي بعدين تغييرات فيها الأجهزة الفنية بقطاع النشئين بالزمالك حارس الزمالك يخضع لعملية جراحية عمر رسول عبد الكريم نتمنى له إن شاء الله السلامة هو ناجل الكابتن رسول عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي والروح أيضا لغزل المحلة بنبركله بنقوله يعني ألف مبروك على الصعود دا ورمتاز غزل المحلة يكرر تصعيد ثلاث حراس من النشئين الفريق الأول أسمعهم أحمد فوزي ويسر مختار وحسام فتحي المنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي الكابتن شانو الغريب يضم قائمة من 28 لعبا لمبارتاي كوريا الجنوبية والبرازيل كوريا الجنوبية يوم 12 والبرازيل يوم 17 وده أفضل استعداد للمنتخب الأولمبي وماتشين قويين جدا يقدروا يستفيدوا منهم فنيا نروح بقى للخبر المهم جدا من موقع يلا كورا كابتن محمد يوسف المدير الفني لنادي البنك الأهلي استعار محمد فخري وشادي ردوان اتنين لعيبة مميزين اتنين لعيبة لعبوا مع الفريق الأول بالنادي الأهلي سبتوا ذاتهم لكن نشوف رؤية النادي الأهلي خلال فترة قادمة مع اتنين لعيبة من خلال استعارتهم لنادي البنك الأهلي ترجمة نانسي قنقر